السلام عليكم مشاهدينا نتوقع بحول الله استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد إلى غاية أمسية يوم الخميس إن شاء الله على مجمل المناطق الشمالية للبلاد كذلك الرياح القوية ستستمر في الهبوب على غرب ووسط البلاد والثلوجية الأخرى ستكون حاضرة على مرتفعات 900 متر إن شاء الله وهذا اليوم الأربعة التفاصيل ونشوفها مع بعض صوت القائمة الإصطناعي توضح أنه ينتشار صحب سفلة كثيفة كما نلاحظوا على أغلب المناطق الشمالية الرياح اليوم الأربعة ستكون هناك رياح قوية دائما بسرعة تنتصل أو تتعدى 50 كم في ساعة على أغلب المناطق الشمالية كذلك منطقة الواحد شمال الصحر وحتى على منطقة بشار فيما يخص حالة التقصى لصبيحة الأربعة أجواء ممطرة شدوية إن شاء الله إن شاء الله تكون أنطار خير احتميز أغلب المناطق الشمالية للبلاد خاصة أن تكون أكثر غزارة على وسط وشرق البلاد مع تساقط للثلوج كما نلاحظوا على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر خاصة المرتفعات الوسطى والشرقية بالمناطق الجنوبية أجواء مشمسة ومستقرة درجات الحالة المتوقعة لصبيحة الأربعاء أجواء بطبيعة الحالة تكون باردة شتبية لذلك سنسجلوا درجة واحدة تحت الصفر على كل من قسنطينة سطيف برج بوهيش كذلك على مدينة باتنا ميلا وخنشا تلحق حتى درجة واحدة فقط على كل من جلفة أقول التيات عامة ومشرية ثلاث درجات على مدينة البيض خمس درجات بالغوات تلحق حتى ست درجات بكل من المدية وتزيوزو نسجل سبعة درجات إن شاء الله على كل من جزائر العاصمة بومردياس وتيبازا نسجل كذلك تسعة درجات بمعسكر سيدي بالعباس كذلك وهران حتى على عين تيموشان كلمسان ومستغان حوالي ثمان درجات بوجاية جيجي سكيك داعناب وطارف خمسة ببشار ستة بكل من مدينة أدرار وعين صرح تلحق حتى العشر درجات فقط بالوادي بسكرال ورقلة إليزي وكذلك مدينة جانت ظهيرة الأربعاء إن شاء الله تبقى دايما أجواء ممتنة إن شاء الله تكون أنطار خير تبقى دايما نتميز المناطق الوسطى والشرقية للبلاد لكن على المناطق الغربية يعود يرجع الاستقرار والصفاء من جديد وتبقى دايما أجواء مشميسة على الجنوب الجزائي كذلك ما ننسوش الثلوج تبقى دايما تستمر في التساقط على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتعدى علوها حوالي 900 متر إن شاء الله درجات الحرقس ومتوقعة لظهيرة الأربعاء تبقى كذلك الأجواء الباردة تميز جل ولايات الوطن لذلك رح نسجل خمس درجات كأدنى مقياس على مدينة البيض حوالي ست درجات خلال الظاهرة على الجلفاتيات نعامة ومشرية ثمان درجات بباتنا ميلة وخنشة سبعة درجات فقط أجواء باردة تلحق على قسنطينة سطيف وبرجباريش 13 درجة بالجزاء العاصمة بومردستيبازا كذلك بجاية جي جي سكيك داعناباء وطرف نسجل 16 درجة ببشار كذلك تندو 22 بعين صلح وأدرار 21 درجة بكل من إليزيو جانت و33 درجة كأعلى مقياس على مدينة عينقزام وبرجباجي مختار البحر اليوم الأربعاحي بقديم بحر مضطر بلا هائج أو شديد الهايجان أقول وهذا على طول الشريط الساحلي مع ريحت بقديم قوية بسرعة تتعدى تصل أو تتعدى أقول 50 كم في الساعة الرؤية تكون متوسطة إن شاء الله على طول الشريط الساحلي اتجاه الموجة كما اللحظة هي الأخرى تكون من غربية إلى شمالية غربية الختام أو قبل الختام رح نشوفه مع بعض حالة التقص إن شاء الله اليوم الأربعاء الخامس والجمعة بولايات تامن راس أجواء مشمسة وصفية مع تسجيل حوالي 8 درجة فقط إلى 11 درجة خلال الصابحة و 26 درجة إن شاء الله خلال الظاهرة والختام سيكون كالعادة بتوقيت شروق وغروب الشمس وهذا اليوم الأربعاء ولخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذه المعلومات سليطي ورقة حوالي التقص دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم